أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيراني حسين عبداللهيان على الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر دهم وشدد شكري خلال لقائه بنظيره الإيراني على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في بنجول على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق كما حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار